موسيقى محب المستشار حنفي جبالي برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيرا إلى أنه يعبر بجلاء عن ما تشهده الدولة المصرية من طفرة هائلة على كفة الأصعدة إذانا بتدشين مصر لجمهوريتها الجديدة التي تعتز دوما كما أكد رئيس مجلس النواب على أن البرلمان المصري حريص على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي معلنا بدء خطوات تدشين المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بمصر عن المنطقتين العربية والأفريقية من جانبها تقدمت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بالتهنئة لمصر رئيسا وبرلمانا وشعبا على افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والمقر الجديد لمجلس النواب مؤكدة على فخر أفريقيا بأكملها بما يحدث في مصر من تنمية هائلة بأيد مصرية كما أعربت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر حيال وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودورها النشط حيال تهدئة وتسوية كافة الصراعات في المنطقة العربية والقارة الإفريقية ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماعي الإسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة واتخاذ القرارات التي من شأنها دفع العمل بمختلف قطاعات الدولة وأشاد رئيس مجلس الوزراء بتحرقات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تجاه الأزمة الواقعة حاليا في قطاع غزة مؤكدا أن مجلس الوزراء يثمن تأكيد الرئيس السيسي دوما في مختلف المحافل الدولية واللقاءات الثنائية التي تجمعه بقادة دول العالم على موقف مصر الذي لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبها وأوضح الدكتور مدبولي أن الأيام الماضية شهدت زخما شديدا في الأحداث على مختلف الأصعيد العالمية والإقليمية كما واصلت الحكومة على المستوى المحلي خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والتكنولوجية من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي وفرص العمل لآلاف الشباب رحبت وزارة الخارجية بقرار كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعت الخارجية في بيانها الدولة التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين إعلاء لقيم العدل والإنصاف ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود وتمكنه من إقامة دولته المستقلة هذا وجدت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة ووقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع لا سيما في مدينة رفح الفلسطينية أكدت الدكتورة رانيا المشات وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين المصرف ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لخلق نهج متكامل لدعم التنمية في دول القارة التي تعاني تحديات كبيرة ونقصا في التمويل جاء ذلك خلال مشارقتها في اجتماع مجلس محافظ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ضمن فعليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية وأوضحت المشاط أن المؤسسات الدولية بدأت توسيع عملياتها في دول أفريقيا بعدما كانت عازفة عن تمويل التنمية في القارة لافتة إلى أن هذا التوسع يمثل فرصة كبيرة للتكامل بين جهود المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بما يزيد من فعالية الجهود التنموية المبذولة اشتركوا في القناة